أهلاً دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً دكتور كما سمعتنا نحكي عن الجلوكومة بشكل خاص حابين تخبرنا أكتر عن هذا الموضوع وهل صحيح كما يقال أنه السبب الأول للعمى يعني الجلوكومة هي السبب الثاني للأشياء للعمى بعد الكتراكت الكتراكت أشياء منه شوي لكن أنا بما أنه أنت يعني دخلتوا بموضوع الجلوكومة هيك بطريقة شوي فيها تخويف هذا الكلام عن الحالات المهملة يعني من البداية يعني مش كل مريض عنده جلوكومة رح يصير عنده عمى بنهاية الأمر لكن هذا الكلام صحيح لما بيكون الشخص المصاب أهم نفسه ما تتبع العلاجات المناسبة فممكن هون الجلوكومة يكون السبب الثاني للعمى بعد الكتراكت دكتور ما المسببات لهذا المرض تقول علم جلوكومة كيف هي هالمرض؟ أكيد في أشياء صارت لكي وصلنا للمرض هذا يعني إجمالا إحنا بشأن ما ندخل بتعقيدات البحث الواسع الجلوكومة ممكن يكون من سبب بدء يعني الجلوكومة البدء هو اللي بيكون المريض عنده جلوكومة بدون ما يترافق مع أي إصابة عينية أخرى مسببة لهالمرض هون غالبا بيكون في عيوب بالزاوية العين إحنا بنعرف أنه العين كرة ليش العين كرة؟ لأنه فيها سائل داخل العين وإلو ضبط معين السائل يفرز من مكان محدد وبينطرح خارج العين من طريق خاص الآن ضبط العين ثابت مدام في توازن بين الإفراز السائل وبين الكمية اللي بتنطرح من السائل إذا صار في خلل هون منصير أمام ارتفاع ضغط العين اللي هو سبب من أسباب الجلوكومة إما بيكون إفراز السائل زاد عن المعدل الطبيعي أو بيكون تصريف السائل من العين في مقاومة إلوه بالتالي ارتفاع ضغط العين فالخلل بهالحالات هاي لما بيكون الجلوكومة بدئي عادة بيكون بزاوية العين إما هالزاوية مفتوحة لكن الأقنية اللي موجودة فيها في مقاومة لتصريف السائل داخل العين بيرتفاع ضغط العين أو ممكن تكون الزاوية مغلقة يعني الآيرس القزحية القزحية العين ممكن تكون في بعض الحالات أخذ وضع بحيث تغلق مخرج هالسائل من العين فبيرتفع ضغط العين هاي الأسباب المسميها البدية في أسباب ثانوية ممكن يكون الجلوكومة ناتج عن أسباب أخرى منها الالتهابات مثلا المزمنة داخل العين منها الردود الردود ممكن الرد يعمل ارتجاج بزاوية العين وبالتالي يعمل تليف داخل الزاوية ويعيق تصريف السائل من العين أو ممكن يحدث نزف نزف بدوره كمان من أسباب داخل العين كمان من أسباب الجلوكومة قد يكون الردود تقصد فيها الحوادث الردود الحوادث طبعا تراوما باتجاه العين مباشرة ممكن يكون السبب الأمراض اللي بتأثر على أوعية مثل الداء السكري مثل ارتفاع التوتر الشرياني بعض حالات انسدادات الأوعية داخل العين كمان هاي من الأسباب المحتملة اللي ممكن تؤدينا للشكل الثاني اللي نسمي من الجلوكومة دكتور معان قبل ما سأل حضارك السؤال لازم أقول حضارك إن احنا كتير سعداء بوجودك معانا النهاردة وشكرا لفضورك وشرفتنا بجد بس سؤالي العين يا دكتور في يعني احنا عندنا استقافة التعامل معها زيها زي أي عضو تاني إنه هو لازم نعتني بي لازم ننظف وزي أسنان نحن لازم تروح للطبيب كل 6 شهور لازم تستخدم فرشة الأسنان المعجون نعمل إيه العناية الصحية العادية الطبيعية عند كل الناس اللي هي ضمن تنظيف غسيل الوجه يفضل صباح نوع مساء بقدر الإمكان استخدام مثال مثلا البيبي شامبو لغسيل الوجه حتى ما يكون فيه كيميكا زيادة على العين نحاول نستعمل نظارات شمسية بالوسط الخارجي نحاول أنا بشوف أشخاص أحيانا عندهم عادة لمس العين أثناء الكلام كل واحد عندهم عادة أثناء الكلام فيه ناس بيلمسوا العين حسنا يعني العين هاي لامست أشياء كثيرة إحنا محلات عامة إحنا متعامل مع النقود متعامل مع الأبواب وكل محل السلالم بالمولات فاليدين مش نظيفة يعني نصيحة كبيرة لكل الأشخاص بعده بله العادة حاولوا أنه تتجنبوا لمس العين بالعدة العدسات اللاصقة كمان مهم جدا أنا بخبر المريض أنه يعني رجاء نتعامل مع العدسة اللاصقة كدوى محضر شو في تعليمات شو في تعليمات للعدسة ألتزم فيها من ناحية تعقيمها من ناحية إذا مسموحتنا فيها ولا من ناحية أنه هي يومية أو شهرية أو دائمة بتتعقم من ناحية سواء للتعقيم وكل هالأمور فالأفضل أن نتعامل مع العدسة اللاصقة كم مثل ما نتعامل مع أي دواء ثاني تابلت أو أي شيء من الكلام فإذا التزم بالتعليمات الأمور بتكون بخير يعني ما فيه مشكلة من العدسات بالعكس يعني مشجع عليها بتشجع العدسات نعم بتشجع العدسات أكثر من لا مش أكثر يعني إذا شخص حاب العدسات نعم أكيد نسي تعامل معها بحضر يكون من تبالها يعني لكن يكون ملتزم بالتعليمات بشكل جيد حسن وغا فتت اعتم فيها لازم طب العدسات في لها تعليمات مثل أي دواء فلازم نلتزم بهالتعليمات هاي إذا كنا منلتزم بالتعليمات وإحنا ما عندنا حساسية تجاه العدسات أنا مش ميال أحرم الناس من استخدامها لأنه هي موجودة صنعة بتقنيات هائلة يعني صحيح الخوف من الشخص اللي ما بيعتني وما بيلتزم بالتعليمات المهم صحيح أكيد المهم منضيف لهم عفوا مجموعة تانية في أشخاص بيتحسسوا من العدسات صحيح فهدول كمان بدهم نتبهوا يعني ممكن هدول دكتور يكون عندهم عرضة لأنهم يصابوا بجفاف العين طيب شو علاقة جفاف العين أو الشخص اللي عنده جفاف بالعين يعني ما في دموع ودايما بتلاقي عينه مثل هيك الغلول يعني صحيح شو علاقته بهذا المرض اللي حكينا عنه بالغلوكوما نعم الحقيقة ما في علاقة مباشرة بين جفاف العين وبين الغلوكوما لأنه الآليات مختلفة تماما وبالأصل هنه جهازين منفصلات بشكل كامل لكن ممكن بعض أدوية الغلوكوما اللي مستخدمها القطرات اللي نستخدمها بعلاج الغلوكوما تعمل لسطح العين وتعمل شوية لأنه هو سيستم ثاني هو جهاز الدمع له علاقة بجهاز الدمع والغلوكوما جهاز ثاني له علاقة بتصريف السهل وأفراز السهل من العين طب دكتور بما أنه ذكرنا الأسباب بالبداية هل فينا نجزم عن فئة أشخاص معينة فينا نقول هدول أشخاص الأكتر عرضة للإصابة بالغلوكوما صحيح الأشخاص بعمر فوق الأربعين هدول أشخاص معرضين للغلوكوما أكثر من غيرهم الناس اللي عندهم قصة عائلية يعني إذا في حدا بالأهل في عنده إصابة بالغلوكوما احتمال حدا من هالأبناء ينصاب بالغلوكوما بيرتفع لأثنين لأربع أضعاف الأشخاص العاديين عندنا فئات الأشخاص اللي عندهم أمراض معينة جهازية مثل الأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية بتأدي للالتهاب بالعين هدول معرضين أكثر من غيرهم الأشخاص اللي عندهم الأمراض اللي بتأثر على قوية دموية مثل السكري وارتفاع توتر الشرياني كمان هدول الأشخاص عندهم رزق أكثر من غيرهم بينهم ينصابوا بالغلوكوما والأشخاص اللي بيكون ضغط العين عندهم عالي كمان هم عندهم استعداد لتطوير الغلوكوما الإصابة بالغلوكوما أكثر من غيرهم دكتور هنعرف بمين غلوكوما هو الماء الأزرق تقريبا صح ولا يعني نشراح اختلف معك لأنه هاي تسمية عامية الأشياء لها الماء السوداء يعني الناس ستعرف أنه الماء السوداء إذن شو الفرق بينه وبين الماء بينما الكتراك تصيب عدسة العين الكتراك تصيب عدسة العين في هذه العدسة وبصير في ضعف بالرؤية بشكل أساسي للبعيد الجلوكومة مرض ثاني بيصيب العصب البصري وبيأثر على العصب البصري وبيضعف الرؤية الثانين بيضعف الرؤية لكن بس ملاحظة صغيرة كل حالات معظم حالات ضعف الرؤية اللي سببها الكتراكت أو الماء الأبيض اللي انت سميته الماء الأبيض هاي ممكن عكسها نعمل عملية للمريض ونزرع العرسة داخل العين بيرجع بيسترد الرؤية بس للأسف إذا خسرنا أي رؤية بسبب الجلوكومة فهذا الكلام بيرمينت يعني نهاي وصعب استعادته مرة ثانية لذلك أنا بنصح كل الأشخاص اللي عندهم ضعف رؤية متزايد لأنه كثير بيجينا ناس على يادات بيشكوا من ضعف رؤية وهم بينتظروا عندهم عرف عام أنه خلي الميت تكتمل وبعدين بروا على الطبيب طب إنت شلون عرفت أنه عندك كتراكت ومنتظر تاكتمل بل كي عندك الجلوكومة وخسرنا الفرصة فأنا يعني نصيحة هاي مهمة لأنه أنا بشوف ناس بحالات شغير متقدمة لكن إذا ما علاق أنه يقدمنا في العلاج يكون أفضل يكون أفضل طبعا لك كمان في موضة دكتور مؤخرا بقالها فترة أنه بالأخص الشبب والبنات الصغيرين يروح يشتروا النظرات اللي شبه نظرات النظر إذا موضة ديكور بس ندي ليها تأثير على العين يعني هون حسب اللي هو بيستخدمها يعني إذا كانت كواليتي اللينز اللي موجودة ضمنها الفريم أوكي فما في ضرر بيروح يقبون عن محلقة النظرات في ضرر على هاللي بدون يدفعه السعر النظارة بدون داعي بس ما في ضرر من العدسة إذا كانت كواليتي العدسة الجيدة نعم بس دكتور هل بتعتقد أنه الجينات الوراثية يعني أنا بعتقد أنه في كتير من يعني بتشوف عائلة الأب يلبس نظارة الأم يلبس نظارة الأبناء كلهم ما شاء الله صف نظارات ما بتعرف كلهم شبه ديكاترة لسنان طيب هل الجينات الوراثية بتلعب دور بنقل يعني تورث الأمراض الأعراض هاي من الأب أو من الأم بهيك أمراض ما في شك أن الوراثة لها دور أكيد خاصة بالأرقام العالية من الرفراكتف إيرورز يعني إحنا هاي الميوبيا اللي هو قصر النظار والهايبرمتروبيا طول النظار والأستيجماتيزم كلها مسميها الرفراكتف إيرورز ما في شك أن الأرقام العالية من الرفراكتف إيرورز هي وراثية يعني قد تنتقل من الآباء إلى الأبناء على كل حال إذا كان في حدا من الأهل عنده نظارة بكل الجهات رح يكون احتمال الأولاد عندهم نظارة أكثر من غيرهم أكيد الموضوع في وراثة خاصة بالميوب العالي يعني اللي عندهم نقص عالي شوي الأفضل أنه يعملوا فحص يعني للأطفال من بابلط منام إنه ما فيه مشكلة طيب دكتور قبل ما يسرقنا الوقت وما نحكي عن طرق العلاج وهل مثلا ممكن يحتاج المريض لنوع من أنواع الجراحة السؤال عن الجلوكومة بالجلوكومة أي بالجلوكومة خليني بس أحكي فكرة بسيطة أنا نحكي فيها عن العلاج هدف العلاج بكل حالات الجلوكومة أنه إحنا نوقف الأذى الحادث على العصب المصري بأي طريقة ممكن نوصل لها الهدف فهذا هو العلاج المناسب وباعتبار أن الأدوية هي أقل تروم على العين يعني ما فيها رض للعين للدواء هي قطرة نحطها بالعين فهي الخط العلاجي الأول لأنه اليوم الأدوية الجلوكومة تغيرت وتطورت وصار في عندنا خيارات كثيرة فيها أدوية موجودة فيها دواء واحد فيها قطرات موجودة فيها أكثر من دواء ممكن نشارك أكثر من دواء مع بعض فإذا إحنا استعمل الرقم واحد نبدأ بالأدوية فإذا الأدوية كانت قادرة على إيقاف تطور المرض باتجاه الأسوأ فهذا الخيار الأنسى طب في بعض الأحيان بكون الدواء خيار غير مفيد لأنه تكلفته مثلاً في مريض ما بإمكانه يتكلف المعالجة مدى الحياة فيها الأدوية في مريض ما بيلتزم بالعلاج نعطيه الدواء بيغيب بيرجع لعندنا تارك الدواء وضعه عم بيسوق هذا كمان لازم نشوف له حل ثاني في بعض الأشخاص بيوصل لمرحلة بيتعبوا يعني أنه أنا بدي أظل يومياً أستخدم الدواء مدى الحياة هذا صعب الكلام يعني إحنا سهل نوصفه للمريض لكن المريض لما هو بيطبقه هو اللي بيعاني هون ممكن نروح باتجاه أشياء أخرى منها مثلاً المعالجة بالليزر المعالجة بالليزر الحقيقة هي معالجة مش لحالها كافية هي معالجة مساعدة يعني ممكن تنزل ضغط العين حوالي 30% من الضغط الموجود وبالتالي بيصير فيه حاجة لإنقاص عدد الأدوية مريض بيستخدم ثلاث قطرات ممكن يصير نستخدم قطرة أو قطرتين في أحسن الأحوال مريض عم نستخدم له الماكسيموم دوز من القطرات وضل ضغط العين على حدود ممكن نعمله ليزر بحيث أنه ننزل ضغط العين بالمساعدة مع الأدوية في مرضى نعمل لهم ليزر ونعطيهم الأدوية كاملة وبيضل العصب البصري في علامات على تدهو الرؤية هون بدنا نروح نلجأ للجراحة اللي هي الحل النهائي الحقيقة هي الجراحة والثانية والثانية بتروح إذا ما تحسن الوضع أو بظل في داعي لتخفيض الضغط بشكل أكبر هون منروح باتجاه العمليات الجراحية بس ما بتفضلوها في البداية لا بالبداية لا الأفضل أن تروح باتجاه الأسلم يعني العلاج الأسلم لأنه ما في جراحة إلا لها بينما القطرة يعني غالبا إزعاجاتها بسيطة يعني الحساسية من الدواء لما يفصل العلاج الدوائي مثل كل الأمراض منروح باتجاه العلاج الجراحي بس ما بيبقى شيء أثار جانبيا للموضوع دكتور بعض العملية بيرقى من قدم زي الأول يعني الحقيقة ما فينا ننكر أنه يعني أي عمل جراحي قد ينطوي على بعض المخاطر لكن دائما احنا بالقرار الجراحي في ميزان يعني رؤية عن نخسرها ولا نفكر بمخاطر العمل الجراحي فإذا كان مخاطر العمل الجراحي أقل تأثير على المريض فبنروح باتجاه العمل الجراحي لأنه احنا كمعنا بنا نحفظ رؤية المريض يعني في سبب أنبل من موضوع الكمليكيشن اللي ممكن تصير اللي هي بنا نحافظ على الرؤية رؤية المريض السؤال عفوا أنه ممكن تكون المعالجة الجراحية بالأول ممكن بحالات المسمية الجلوكوما الحاد اللي هو بتنغلق فيه الزاوية بشكل مفاجئ وبيرتفع ضغط العين بشكل كبير فهون ممكن أنه نزل ضغط العين ضوائيا والروح مباشرة باتجاه نعمل فتحة بالقزاحية مشان تصرف الخلط المائي هذا إجراء جراحي نعتبره احنا هذا ممكن تروح له خط أول بس إجمالا علاج ضوائي بعدين جراحي دكتور ربنا يحمي عيوننا جميعا ويحفظونا على نظرنا حضرتك بجد شرفتنا جدا ومسكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا